يسأل أن رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة أقول بالله التوفيق رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة هو رأي جمهور العلماء يرى الأيمة الثلاثة الشافعي وقبله مالك وبعده أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا أن الأيد ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة وذلك قياسا على الصلاة المعتادة فالشخص هو واقف في الصلاة المعتادة يرفع يديه مع كل تكبيرة تكبيرة الإحرام والعوي للركوع والقيام من الركوع والقيام من التشاهد الأوسط فبنوا على القياس وبنوا على أسر بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة هذا والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يعود حديث ضعيف غير ثابت أطبق الجمه أطبق العلماء على تضعيفه أعني حديث كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود أطبق العلماء على تضعيفه والله تعالى أعلى وأعلم شكرا لكم